موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيران الأصابع الخفية بينما يصرح المستشار الإيراني للرئيس روحاني أن العراق بات عاصمة الإمبراطورية الفارسية وبعد أن ملأوا شوارع بغداد بالدم وصيحات الثكالة وآنين الأطفال وعاثوا بخبثهم ومكرهم بين مكوناته وأهله في محاولة لتأجيج الفتنة الطائفية فلا جيش عراقي ولا قرار سياسي عراقي فهو أصبح مقيدا وأسيرا لولاية الفقه ولكن يبقى العراقيون شيعة وسنة بين أخوتهم وأصالتهم العربية إخوة يتجاوزون هذه النكسة بتاريخهم وكما روي من أثر عن عمر رضي الله عنه العراق جمجمة العرب ودرع الشرم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لم يعطي الكثيرون إيران حجمها الحقيقي والدور الذي يمكن أن تطلع به في العراق فانصرفت العيون عن الدور الإيراني بسبب الانشغال بالدور الأمريكي كقوة احتلال مباشر وقد استغلت تهران هذا الوضع ومدت نفودها بقوة إلى الداخل العراقية حتى أصبحت هي اللاعب الأبرز على الساحة العراقية ربما أكثر من الدور الأمريكي ذاته أحيانا العلاقات العراقية الإيرانية لها تاريخ طويل من التقارب والصراعات وإن ظل الصراع هو السمة الغالبة في علاقات البلدين في فترة ما قبل سقوط صدام حسين أما الولايات المتحدة التي ساهمت من حيث أرادت أو لم ترد في تعزيز القدرات الإيرانية في الشرق الأوسط بعد قضائها على منافسي إيران في الشرق طالبان وفي الغرب صدام حسين شكلت حربها على العراق المحطة الأبرز في تاريخ العلاقات بين بغداد وطهران في الألفية الجديدة الغزو الأمريكي للعراق لم يؤدي فقط إلى إسقاط نظام صدام حسين بل أدى إلى إسقاط الدولة العراقية ومؤسسات الحكم فيها بشكل كامل تقريبا وبالأخص المؤسسة العسكرية مما شكل فرصة مواتية لطرف لا يستهان بخبثها مثل إيران للتدخل وتحويل عملية إعادة البناء المؤسسي لصالحها وفي سبيل ذلك استخدمت طهران أهم وأخطر أدواتها وهي التأثير في الطائفة الشيعية العراقية وميليشياتها المسلحة إيران تدخلت كذلك عبر بابين أساسيين وهما عملية نقل السلطة إلى العراقيين والثاني يتمثل في العملية الانتخابية العراقية بعد تلقفها اخطاء الحاكم المدني للعراق بول بريمر بعد تكوينه في 2003 مجلسا طائفيا ذي صبغة شيعية على حساب الطائفة السنية فرحبت بالحكومات الطائفية وصارعت إلى توطيد العلاقات بها وهو ما أعطى لطهران موطئ قدم في العراق في كل الحكومات التالية بل أن الأخيرة بدأت تتدخل في كل تشكيل حكومي ولا يمكن سوق دليل على مدى التوغل الذي قامت به إيران في العراق أوضح من اضطرار واشنطن للتباحث معها حول مستقبل العراق على الرغم من الصدام القوي بين الطرفين حول برنامج طهران النووي فيما يظهر على أنه اعتراف ضمني من الولايات المتحدة بعدم قدرتها على تحييد إيران في الشأن العراقي ولم تسلم شؤون الخارجية للعراق من التدخلات الإيرانية فقد اعترضت على الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة المتعلقة بتحديد وضع القوة الأمريكية وانسحابها من العراق وبعد أن استطاع تنظيم داعش الصيدر على مساحات واسعة من العراق في ظل عجز عراقي واضح تلاقت مرة أخرى المصالح الأمريكية والإيرانية من أجل القضاء على التنظيم وعلى هذا الأساس تغاضت واشنطن عن الدور الإيراني غير المسبوق في العراق والذي شمل تمويل ودعم الميليشيات وإرسال المستشارين وربما الجنود العسكريين إلى داخل العراق وهو الدعم الذي أثار حفيظة السنة وبعض البلدان المجاورة خصوصا في الخليج العربي وعلى اعتراف وزير الدفاع العراقي خالد العبادي بالدعم الكبير الذي تلقاه هذه القوات من إيران يزيل كل غموض عن الدور الإيراني البارز في عراق اليوم لبرنامج إيران الأصابع الخفية حنان نومق أهلا بكم مشاهدي الكرام لمناقشة هذا الموضوع ينضم معنا من واشنطن عبر الأقمار الاصطناعية رئيس حركة تحرير جنوب العراق الأستاذ عوض العبدان وفي الاستوديو المحلل السياسي الدكتور حمدان الشهري أبدأ معك أستاذ عوض من واشنطن استغلال سقوط العراق أو سقوط بغداد وسقوط نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين بتكافؤ القوى السياسية أو الرغبات إن صح التعبير التوافق السياسي بين إيران والغرب في ذلك التحالف وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية هل هو تقاطع مصالح أم اتفاق سياسي مسبق في تقسيم المنطقة وعطاء الدور لإيران بسم الله الرحمن الرحيم كل دولة في العالم تبحث عن مصالحها وهذا أمر مشروع وأمر طبيعي جدا فعندما يبحث الغرب عن مصالحه في المنطقة فهذا الأمر يعني معروف وليس مخفي وعندما تبحث إيران عن مصالحها في المنطقة فهذا أيضا تستطيع أن تبرره هي لكن نحن نقول أين الدور العربي أي الدور الإقليمي في مواجهة هذه الأدوار التي تدري في العراق نحن عندما نتكلم عن الدور الإيراني في العراق نحن لا نقول أنه بعد 2003 كان هناك دور إيراني ووجود إيراني في العراق الوجود الإيراني في العراق الرسمي أو الأطماع الإيرانية في العراق الرسمية بدأت منذ عام 1979 مع بداية الثورة الخمينية والانقلاب على الشاه عندما تكونت هذه الدولة الجديدة أعلنت منذ اليوم الأول أطماعها في كل المنطقة وبضمنها العراق لذلك خاض العراق معها في ذلك الوقت حرب لمدة ثمان سنوات لإيقاف هذا المشروع المشروع الإيراني في ذلك الوقت كان صريحا وعلنيا وكانت إيران تقول بأننا نريد تحرير القدس عبر كربلاء وعبر كربلاء معناها أن تمر بالعراق وتمر بالخريج وتمر بالشام وتمر باللبنان وتمر بكل هذه الدول كانت تريد بشكل علني احتلال هذه البلدان فالمخطط الإيراني الرسمي والعلني تم تطبيقه منذ عام 1979 لكن في ذلك الوقت كان هناك حكومة عراقية كان هناك جيش عراقي كان هناك شعب عراقي يعي هذه المخططات فأوقف هذا المشروع بقوة ويعني أجهضه في ذلك الوقت لكن بعد 2003 عندما سقط الجدار العراقي وعندما دغلت القوات الإيرانية بشكل صحيح إلى العراق لاحظ ماذا حصل في المنطقة لاحظ الانتشار القوي الإيراني في المنطقة لم يحصل هذا الأمر إلا بعد 2003 لم يكن هناك دور للحوثيين في اليمن قبل 2003 لم يكن هناك دور لما يسمى المعارضة البحرينية في البحرين قبل عام 2003 لم يكن هناك دور رئيسي لإيران في لبنان قوي بهذه الدرجة قبل 2003 لم يكن هناك لإيران أي دور في أي مكان قبل 2003 لأن كان هناك سد منيع وهناك بوابة تمنع هذا المشروع من أن يصل إلى هذه المنطقة وكانت هذه البوابة هي العراق فعندما انهارت هذه البوابة ها هو التمدد الإيراني وسيستمر التمدد الإيراني إذا لم نقم بإعادة بناء هذه البوابة من جديد نعم أعود لك دكتور حمدان هنا في الأستوديو دكتور حمدان استمعت لحديثة السيد عوض العبدان نعم مفصل تاريخ مهم جدا سيكتب في التاريخ للعرب في مرحلة هي من أسوأ مراحل العرب التي عاشوها من 2003 نتحدث من سقوط بغداد القضية ليست قضية سقوط نظام صدام حسين بل هي السقوط لعزة العرب لكرامة العرب لبوابة العرب لجمجمة العرب التي هشمت في هذا الجانب الحديث تفسيرات السياسية تأخذ مناحي عديدة قد تكون تخفى على كثير من العامة ولكن هناك الآن إيمان مرتفع جدا لدى كثير من رأي العام على أطيافهم بأن ما يحدث حاليا هو توافق غربي بالدرجة الأولى أمريكي فارسي في قضية تقسيم المنطقة ومشروع فوضى الخلاقة تقسيم المقسم تفتيت المفتت هذه الأمور وهذا الخلق الموجود في الأوراق في المنطقة يقودنا إلى واقع مختلف وإلى قلق بأن تسليم العراق مبدئيا وكما ذكر السيد عوض بأنه لا يوجد أي حراك قبل 2003 حقيقي لأتباع إيران في المنطقة إلا بعد هذا التاريخ نعم بسم الله الرحمن الرحيم أولا أخي دعني ورحب بك أخو أثمان ورحب بالأستاذ عوض ورحب بمشاهد الإخبارية قبل أن نبدأ دعنا نقدم إدانتنا لما حصل اليوم في بلدة القديح ضد إخواننا الشيعة والذي حصل من جرم عليهم واعتداء على حرماتهم وهذا ما يندى له الجبين ولا يقبله لا دين ولا شرع بل حتى دعني أستعير كلمات المفتي عندما قال أنه عار وإثم عظيم لعن الله من خطط له ودبر له وأعان عليه هذه كلمات توحي بالإخاء لا توحي بالطائفية هذا ما نريده وهؤلاء من يريد شقة صفنا إنما هم مدعومين من الخارج يريدون أن يكون هناك حربا شعوى بين السنة والشيعة بكل صراحة وأن لا يلتفت إلى عدوهم الرئيسي وللأسف دعني أعود مرة أخرى إلى هذا النظام الخميني الذي هو قام على ذلك في الواقع كنا نعرف الشيعة كانوا إخوانا لنا موادعين هادين كان الإنسان منا يعني يفخر بمعرفتهم ولا يعني يختلف معهم وكنا كنا لهم كل الاحترام وما زلنا لكن ما حدث تغير إنما أتى يعني نظام طائفي في طهران أتى ليقدم يعني يخدى السنة والشيعة في الواقع عندما أتى هذا النظام أتى بشكل غريب أتى من الخارج ونعرف كيف جئ به أتى حتى وهو يخاف من بلده من إيران يخاف من جيشه فقام بأن عمل له الحرس الثوري حتى يحميه وخرج من رحم الحرس الثوري فيلق القدس الذي يصدر الإرهاب والأعمال القدرة والمخدرات وتجارتها والبسيجة التي تحميه في داخل إيران إذن وأقحم جيش إيران في حرب مع العراق نعرف هذه الحرب وما الهدف مها ليدمر هذا الجيش وليدمر العراق ليستطيع الدخول إلى هناك وغرضه وهو يسوق للعالم ويخدع الشيعة والسنة بأنه يقول لهم إننا نريد تصدير الثورة وهو في ذلك كاذب وسأعطيك مثال لو كان صادقا يريد تصدير الثورة الشيعية فيما يقول لكان تعامل مع إخوانه الشيعة في الخارج ومع السنة بكل أدب واحترام وأرسل لهم المهندسين والأطباء والخبراء ليقيم معهم يعني ما يسمى اليوم بالقوة الناعمة ما يجعلهم يحبون هذا النظام ويتعاونون معه ويفتحون قلوبهم وصدورهم له لكن بدلا من ذلك ماذا فعل أرسل لهم المتفجرات وأرسل لهم هذه الأسلحة ليفقرهم ويفقر بلدانهم ويجعل هذه الفتنة الطائفية تقوم بينهم يقتلوا بعضهم بعضا هذه النقطة يعني التفصيل والحديث فيها وبالذات أحداث القديحة اللي حصلت اليوم في منطقة القطيف أو محافظة القطيف لها تفصيلات وسنأتي عليها إذا سمح لنا الوقت بس أقصد أن الغطاء الذي تحدث عنه هو قضية الآن أصبحت الرأي العام عنده الوعي بأن ما تقوم به إيران كدولة فارسية مجوسية المذهب والمعتقد بعيدا عن الغطاء الطائفي أو الذي استغطى بذلك اللبوس اللبوس التشيع فعشان كده خلينا نبتعد عن هذا المحور حاليا ويدخلنا في صلب الموضوع ما يحدث حقيقة في العراق اللي يكشف هذه النقطة التي تحدث عنها ما يحدث الآن هو كشف غطاء قبيح عبارة عن طائفي تمارسه إيران الدولة الفارسية تستغل فيه وذكرها حتى من عام حزب الأول نعم سبح الطفيلي الطفيلي بأنها أدوات لحرق المنطقة واستخدام بالتالي أنا حديثي عن قضية تسليم العراق هي البوابة الأولى هي الدرع الأول للمنطقة العربية التي تم اقتحامها وتهشيمها أردت أن أقول لك عزيزي أن ما يريد من هؤلاء الملالي الموجودين في طهران هو يؤد غرضين وواضحة وذلك لحماية إسرائيل فلذلك تعاملت معها أمريكا والدول الخارجية التي تكون هي الأقوى لماذا تحمي إسرائيل؟ لماذا تحمي إسرائيل؟ هل هو مخطط أو رغبة تؤدي أداء لدور غربي في المنطقة أم هي رغبة خاصة بها؟ هي رغبة لكنه في الواقع هو استخدام من الغرب لها هم يعلمون الغرب أن من يهدد في الواقع إسرائيل ليس هم من يهدد إسرائيل ومن دخل فيها معها في حروب هم البلدان العربية ونعرف ذلك جيدا إذن إسرائيل تخاف منهم بل وأنه الكثير إذا سمحت لي أن أستشهد قاله خاتمي قبل ذلك يقول أن إيران ليست راغبة في الحرب مع أحد حتى مع أدائها يقصد حتى مع إسرائيل كذلك ديفيد ليفني ماذا يقول؟ أن إسرائيل لم تقل في يوم من الأيام أن إيران هي العدو هناك الكثير من الاستشهادات التي أستطيع أن أسردها للمشاهد الكريم يعني أنه لا يوجد هناك أعداوة ما الغرض الذي إذن تؤدي إيران؟ تؤدي غرضان مهمان كما قال بول بريمر عندما كان في العراق قال نريد أن يكون هناك أدرس عنوان أن يقول كفوا عن القتال أنه لا قدر الله لو سيطرت هذه الدولة على بلدان العربي والإسلامية سيكون هناك ولي فقيه يأمرهم بأن يلقوا أسلحتهم كما أمروا في العراق أو يسعى إلى تدمير البلدان العربية والإسلامية كما يحصل اليوم ويفتتها وفي تفتيتها لمصلحة لمن؟ واضح ستخدم المشروع الصهيوني بكل بساطة فلذلك ما يؤديه كانت العراق السد المنيع البوابة الشرقية في وجه إيران فإيران نعرف يا سيد الكريم وقد كتب فيها مقال أحدى كان يشتغل في ضابط كبير في حزب البعث العراقي كتب سيد اسمه نزار السمرائي إيران دائما ما يفرش لها بالسجاد الطريق دائما ما يمهد لها عندما أزيل العراق فتح إلى إيران لا تقول لي أنه كان صدفة بل كان مخطط له ليسلم إليها ليسلم إلى إيران وكان السيد بريمر يعينه على الجيش العراقي أن يجتثه وكان يصرح بكلمته المعروفة بتفكيك الجيش العراقي أحسنت واستئصال ما يسمى بالبعث وكان يردد الكلمة ووضيفة في القاموس اللغة الإنجليزية لم تكن معروفة يعني استئصال حزب البعث من الجيش وأن يعمل الجيش على أساس ماذا؟ طائفي مذهبي بدون عقيدة وهذا ما حصل وهذا بعد تسليمها لإيران سيد عوض من واشنطن خلينا نتحدث في هذه النقطة قضية تسليم العراق للنظام الفارسي بشكل مطلق وعلى طبق من ذهب إن صح التعبير على أفرض أو على فرضية أسوأ الاحتمالات بأنها تقاطع مصالح ومصادفة فلنفترض ذلك جدلا بعد ذلك تم تفكيك الجيش كما ذكر دكتور هنا دكتور حمدان وهو حديث تحدث عن حتى الخبراء الأمريكيين والمحللين بأنه من أكبر الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة هو تفكيك الجيش العراقي بالتالي نعود إلى أنه لم يكن خطأا بل كان متعمدا ما قامت بالولايات المتحدة وحلفاها أنذاك عند سقوط بغداد تريد دور مهم جدا تقوم بتنفيذ أجندتها في المنطقة إيران الفارسية بذلك الغطاء الذي بدأ بتنزيق الداخل العراقي واقتتال بين الأشقاف الداخل العراقي وتحييد اللجان والنظم السياسية الموجودة واستبدالها بميليشيات طائفية بحتة أخي العزيز يعني قبل لا أجيك بس دعني أعيد على موضوع واحد انفجارات اليوم اللي حصلت في القطيف يعني لو التابعها والتابع بدقة ما حصل أنا أقول لك أن الأصابع الإيرانية ستجدها في وراء هذا التفجير ولا تستغربوا هذا الأمر كيف أن إيران تقوم بتفجير مثل مساجد للشيعة أو قتل الشيعة قائد القوات الأمريكية في العراق قال بأن إيران هي من فجرت المرقدين في سامراء وهم مرقدين شيعيين من أجر إثارة الفتنة الطائفية في العراق فإيران لا يهمها أن تقتل الشيعة لا يهمها أن تضحي بالشيعة إذا كان هذا الأمر يحقق مصالحها الإقليمية ومصلحة أمنها القومي فإيران تجعل الشيعة أو تستخدم الشيعة وقودا من أجل تحقيق مصالحها وأيضا عندما نتكلم أن الشاه كان شرط الخليج في المنطقة وكان هو رجل الغرب في المنطقة الغرب كله ضحى بهذا الرجل من أجل الخميني لماذا يقبل الغرب بهذه التضحية؟ لأن الخميني سيقدم خادمات للغرب أكثر بكثير مما قدمه الشاه إسرائيل منذ أن أوجدت في المنطقة لم تستطع أن تتمدد كما تمددت إيران إسرائيل لم تستطع أن تثير الفتنة في المنطقة كما أثارتها إيران فمشروع إيران ووجود إيران اليوم هو مشروع لتقسيم المنطقة لا يمكن لهذه المنطقة أن تتقسم ولا يمكن للدماء أن تسيل في هذه المنطقة لو لا المشروع الإيراني فهذا المشروع توافق مع المصالح الغربية من أجل تفتيت المنطقة وإيران كانت هي اللاعب الذي يلعب به الغرب في هذا المكان فعندما نجد أن الوجود الإيراني في العراق والدماء التي تسيل في العراق والدماء التي تسيل في سوريا والدماء التي تسيل في لبنان وفي اليمن وفي البحرين وفي مناظخ كثيرة هذه خدمة كبيرة جدا تقدمها إيران للعالم وهذا يتوافق بين المشروعين فبالتأكيد أنا أقول لك للمرة الأخيرة بأن إيران وجودها أنعش الغرب وعاد الأمل للغرب في تفتيت المنطقة لأن إسرائيل بقوتها عجزت عن أن تقوم بهذا العمل فقامت به إيران وعندما جاء بريمر بمن جاء بعد سقوط النظام السابق في العراق جاء بعثالة السياسيين المعارضة في العراق يعني لم لمهم من دول معينة وشكل فيهم حكومة تصور هؤلاء العثالة هل يستطيعون أن يديروا حكومة؟ هل يستطيعون أن يبنوا دولة؟ هل يستطيعون أن يبنوا جيش؟ هل يستطيعون أن يبنوا أمل؟ لا يستطيعون ولذلك اليوم يمر 12 عام على تشكيل السلطة في العراق وهؤلاء لا يستطيعون أن يقدموا يعني شيء يستطيع أن يقدموا وظف بلدية وظف بلدية في أي منطقة في العالم يستطيع أن يقدم خدمة أكثر مما يقدمها هؤلاء السلطة الموجودة اليوم في العراق لذلك إسارة الدماء اليوم في العراق في صالح إيران وفي صالح العالم وقد توافقت المصلحتان في هذا الأمر طيب سيد عوض في نفس الحديث عندما تحدث على سبيل المثال بتقاطع المصالح والأدوات التي تستخدم في المنطقة نعي جيدا ويعي الرأي العام على سبيل المثال ما حدث في الأيام الماضية في العراق وأيضا في الداخل السوري في تلك الجغرافية بالتوسع وامتلاك أو سيطرة داعش على مساحات كبيرة جدا تتجاوز ربما مساحة بريطانيا وفرنسا معا قرابة الـ 50% من الأراضي العراقية أيضا وحتى السورية تلك القوة الحديثة الوليدة التي مزالت في المهد لديها تلك القدرات وتلك الإمكانيات بردع القوات وتلك الميليشيات الطائفية التابعة للحرص الثوري وللقوات والميليشيات على سبيل المثال الحجد هي أداة تستخدم في قضية كر وفر لإعادة تفتيت المناطق السنية بالتحديد وتعطيل مشروع التسليح للعشائر السنية والمناطق السنية هناك خطة ممنهجة في قضية القضاء على كل ما له علاقة بالسنة وليس الجانب السني هو المبادر نتحدث بأن هناك الغطاء الطائفي الذي تستخدمه إيران في تفتيت المنطقة هو أحد الأشياء التي حدثت على سبيل المثال اليوم وأشرت إليها في القطيف في القديحة بالتحديد بأنها لا تبالي بأن تبترى أحد أعضائها في سبيل الحصول على منفع لعضو آخر أهم طيب يبدو أننا فقدنا الاتصال مع السيد عوض أحيل لك هذا السؤال دكتور حمدان نعم في الواقع نعلم أنه إيران عندما حدثت أحداث 11 سبتمبر ذهب وفد من إيران إلى الولايات المتحدة ويقدم العزاء ويحاول أن يلعب الدور في تقديم خدماته في داخل منطقتنا يعني وكانه يقول هذا ما أتاكم هو إرهاب سني ونحن سنقوم بتنظيف المنطقة يجب أن نعمل سويا وسنقوم معكم على ذلك وفي الواقع في الجانب الآخر كما ذكرت قبل قليل هم كانوا يستخدمون الجانب الشيعي بإرسال متفجرات وتفجير بلدانهم أيضا كانوا يضللون الجانب السني ومنهم القاعدة بأنهم هم من سيساعدهم وهم في إخوانا في الإسلام وعملهم ضد الصهاينة وضد الغرب فكانوا هم من يؤونهم في داخل إيران ونعلم ذلك جليا وجود معسكرات خاصة لهم أحسنت معسكراتهم وقاداتهم وكثير منهم وهم من كانوا يوفرون لهم كل شيء ويقومون بتلك الأعمال الإرهابية داخل بلداننا وضد المصالح الأخرى حتى يصوروا للعالم أن هؤلاء إرهابيون بس الدكتور حبدالي هم أيضا يتبجحون بأنه أيضا هم من ساعد الولايات المتحدة في إسقاط أفغانستان نعم أنا ساتي عليها هي هذه كلها مقدمة لهم حتى يقول لهم سنساعدكم إذن أين الإرهابيين موجودين في إفغانستان وكانوا يهدد فيما كانوا يقولون كيانهم وهو صدام حسين إذن يجب القضاء عليهم و تم الاتفاق على أنهم يقدمون لهم الخدمات على أن يدخلوا إلى إفغانستان وأن يدخلوا إلى العراق قدموا لهم المعلومات الاستخبارية فتحوا لهم أجواءهم وأراضيهم أرسلوا معهم من يسمونه لهم جهاد برأيهم حتى يسهل للغزو الأمريكي إلى العراق ولي إفغانستان بل أن كبار قادتهم والعسكريين لم يخفي ذلك بل أعرضه على الملأ وقال لو لا تدخلنا لما استطعتم دخول إلى إفغانستان ولي إراق طب خليني أسألك سؤال أبسط للمشاهد العام لماذا التعقيد في قضية التحليل الأمور أبسط بكثير مما نتصور في قضية التعقيد والطار حتى في جانب التحليل نعم نحن نتحدث الآن عن موضوع إذا جعلنا المرتكس في بداية هذه القضية أحداث الحادي عشر من سبتمبر هناك إيمان حتى داخل المجتمع الأمريكي الآن بأنه ما حدث له علاقة بجهات مخابراتية حتى على رأسها مخابرات أمريكية وغيرها فبالتالي هي لعبة تدار في الخفاء من تحت الطاولة بين قوة غربية مع المنطقة الإيران الفارسية في صفقة لتقسيم المنطقة وعطى حصص يعني هما على اتفاق مسبق هما هناك تخطيط على الضربات تكون تتوجه للسنة واستخدام ذلك الغطاء الشيعي وجعل الاقتتال داخلي أنا أتفق معك عزيزي مئة بالمئة يعني لو تحدثنا عن 11 سبتمبر هذه لن يكفيها حلقات وقد كتبت فيها كتب ورأينا الكثير من الحلقات حتى في خارج بلدانا عملت عنها وهناك إحدى الضابطات السابقات خرجت في إحدى القنوات الغربية وتحدثت في سلسلة عن تلك الأعمال واعترفت بأشياء كثيرة كثير يلف هذه القضية لكن ما أردت أن أركز عليه ماذا يستفيد إيران أو ما هو على ماذا يتفقان كانوا يريدون يتفقان والواقع كان الاتفاق على تفتيت الدور العروبي السني لأنه في الواقع لو رجعنا إلى الوراء قليلا لرأينا وجود الخميني أو من أتى به ومن وضعه كما ذكر زميلنا من واشة العوض نعم أنه وجود الخميني كان لهم يعتبر الشاه هو شرط المنطقة يقدم له خدمات جليلة في الواقع بل كان معهم فيما يوردون لكنه استبدله لماذا؟ تعرف لماذا؟ لأنه لم يكن طائفيا لم يكن بتلك الروح التي يقدمها التي ستجعل صداما في المنطقة يعني ما يقدمه الخميني أفضل مكان يقدمه الشاه لأنه هو من سيقدم الثورة بل أنه الثورة كتبوها في دستورهم يعني هم ملتزمون بتصدير هذه الثورة ما يسمونها وهي تصدير الإرهاب وتصدير الفتنة في معنى آخر إذا شرحناها بشكل أفضل فلذلك كان وجود الشاء أو أعفون إحضار الخميني من أجل ذلك بل أنه حتى في كتاب الثورة البائسة وقد كتبه السيد موسى الموسوي وهو كان رفيق درب الخميني حتى في بغداد وفي العراق لمدة خمسة عشر عاما أو أكثر ونيف قال عندما كانت هنا خلافات بين العراق وبيننا ذهبنا إلى صدام حسين وتحدثنا معه صدام نتحدث عنه ونعرف كيف كان رجل صداميا ومع ذلك قال لهم نحن إخوة في الإسلام لا نريد الحرب معكم لا نريد الحرب معكم وهذا الكتاب موجود اسمه الثورة البائسة وكتبه سيد موسى الموسوي وهو الآن موجود وتستطيعون العودة إليه فعادوا إلى الخميني وقال له الرجل لا يريد الحرب قال نحن نريد الحرب بل أبعد من ذلك عندما كانوا يتوسطون بإنهاء الحرب كان يقول لا لن أقف سأدخل إلى بغداد سأدخل إلى العراق وعندما انتهت الحرب قال أنا تجرعوا كأس السم ونعلم ذلك جليا إذن الرجل كان أتى بخطة معدة مسبقة جاهزة هو آدات للتنفيذ في الواقع هل ترى دولة في العالم تصرف 70% من ميزانيتها ومن دخلها على الخارج وتصدير الثورة وشعبها يموت في الداخل ولأنه لا يخاف شعبه لأنه برأ الحرس الثوري وقوات الباسيج يا سيدي قوات الباسيج بالبلايين تعرف ما هو سلاحه ستضحك السلاسل والسكاكين والحجارة أين رأينا ذلك؟ مع الشبيحة في سوريا تصدير باسيج إليهم آخر إذن هؤلاء قد بنى لنفسه دولة داخل دولة حتى يستخدم هذا الفكر الطائفي ويصدر هذا النتن إلى داخل المنطقة ونرى الآن المنطقة تأكل بعضها بعضا كل ذلك بسبب من؟ بسبب هؤلاء ثم يذهبون ويعمل اليوم نرى أبشار على أرض المعركة هو قبله من أخرج هؤلاء من السجون غير المالكي ومن يخرج هؤلاء من السجون ويترك لهم داعش حتى يحتج للعالم الغاربي والعالم الآخر يقول نحن نحارب الإرهاب نحن نحارب الإرهاب وهذه قضية محورية كانت بيننا وبين الأمريكان في اليمن وفي العراق عندما قلنا لهم يحارب الإرهاب الدولة وليس الميليشيات الإرهابية مثلها إذا وضعنا هذه الميليشيات الإرهابية هي من تحارب الإرهاب ستخرجنا إرهاب آخر فمن يقوم أو من يكون هو من يحارب هو الدولة يجب أن تكون هناك دولة قوية في أي بلد من هذه البلدان هي من تحارب كل الإرهاب يا سيدي الكريم هل يعقل أن تكون هناك ميليشيات 48 ميليشيات بجانب الجيش 48 ميليشيات مسلحة ثم نقول ويقول الغرب طائفية طائفية ويقول الغرب هذه العراق النموذج الديمقراطي للمنطقة هذا من السخف بمكان سيد عوض أنتقل إلى سيد عوض في واشنطن يعني الدكتور حمدان ربما أشار لي أهم النقاط ووضع اليد على الجرح فيما يختص بوجود تلك الميليشيات نتحدث عن نموذج كانوا يتحدثون عنها الولايات المتحدة الأمريكية بأن تكون العراق هي النموذج الأول لتصدير الديمقراطية في المنطقة الديمقراطية الغربية الناجحة كما يدعون رأينا هي عبارة عن حكومة في داخل الحزام الأخضر في بغداد وما عدا ذلك في الخارج أصبح المواطن العراقي حتى يدخل إلى بغداد يحتاج إلى كفيل أو معرف للدخول عندما يكون من مناطق السنة بالتحديد وما عدا ذلك ميليشيات ممولة وذكر خالد العبيدي وزير الدفاع العراقي بأن هذا تمويل كبير تحصل عليه تلك الميليشيات من الحكومة سواء من إيران أو حتى من الحكومة العراقية بوجود حكومة طائفية بحتة من الطراز الأول الرفيع الذي لا ينافسها عليه أحد في ذلك الدور منذ عام 2003 إلى اليوم قتل 2 مليون عراقي 2 مليون مليون عراقي قتلوا منذ عام 2003 إلى اليوم وتم تهجير خمسة ملايين عراقي والآن هناك نازحين يقدر عددهم أيضا بخمس ملايين والعراق يحتل المرتبة الأولى بالفساد العراق اليوم يحتل المرتبة الأولى بالأمية العراق اليوم يحتل المرتبة الأولى بالتخلف العراق اليوم شبه مقسم العراق اليوم شبه مدمر إذا كان كل هذه المواصفات تنطبق على الدولة النموذجية فهذه كارثة كبيرة جدا اليوم لأول مرة في التاريخ تكون هناك ميليشيات بدعم حكومي كل حكومات العالم تحارب الميليشيات في داخل بلدانا إلا في العراق فإن الميليشيات تتلقى الدعم الحكومي والميليشيات هي من تدعم الحكومة وهذه مفارقة لم تحصل في أي دولة في العالم تحترم نفسها الدولة التي تحترم نفسها تبني جيش قوي تبني أجلسة أمن قوية تحافظ على الأمن لكن في العراق تكون الميليشيات هي الداعمة والمساندة للحكومة وهذه الميليشيات سفاحة مجرمة قاتلة تأتمر بأمر أحزاب معينة صنعت في إيران لذلك اليوم المشهد العراقي كله تحرك إيران فعلى أي أساس هذه الميليشيات اليوم تبطش بالشعب العراقي وتقتل بالشعب العراقي وتهجر بالشعب العراقي وتدمر العراق ومع هذه لا يتم تصنيفها بالإرهاب يعني ما هو الإرهاب؟ ما هو الإرهاب؟ أليس الإرهاب قتل المدنيين؟ أليس الإرهاب تدمير بنى المدنيين؟ هذه الميليشيات تقوم بهذه الأعمال ولكنها لا تصنف كالإرهاب لكن تعالي اليوم على داعش مثلا هل تملك داعش اليوم أقبر صناعية؟ هل تملك داعش اليوم طائرات؟ هل تملك داعش اليوم بارجات؟ هل تملك صواريخ نووية؟ لا تملك كل هذه الأمور مع هذا تسيطر على تقريبا ثلث مساعة العراق كيف سيطرت على هذا الأمر يا أخي يعني بس خلونا شوي ندرس الموضوع ببساطة اليوم أي دولة اليوم لديها مخابرات ولديها عناصر تستطيع زرعة في مناطق متعددة فاليوم الإيران تلعب بهذه اللعبة تصنع قيادات سنية وتصنع قيادات شعية وتصارع هذه القيادات من أجل أن يكون لها وجود أقوى ومن أجل تمزيق المنطقة كيف تتمزق المنطقة كيف يتمزق البلد كيف يتقسم البلد إذا لم يكن هناك صراع إذا كان الشيعة يتسلحون مثلا والسنة مسالمون لن يتقسم العراق لكن عندما يكون هناك سنة مسلحون وشيعة مسلحون ويصبح قتال هنا يحدث التقسيم وهذا ما لاعبت عليه إيران وهذا ما تدعمه إيران واليوم قاسم سليماني يتجول في العراق واليوم قاسم سليماني هو من يدير المعارك في العراق فانظر إلى أي مستوى وصلنا قاسم سليماني قاد فيلق القدس الإيراني يدير المعارك في العراق فقط هذا الموضوع كارثة كبيرة جدا في العراق فإذن المخطط الإيراني هو تقسيم العراق وتقسيم العراق والسيطرة على المناطق وللعلم قد يعتقد البعض أن التقسيم سيكون في صالح الشيعة مثلا في الجنوب أنا ابن الجنوب أنا ابن البصرة أقول لك والبصرة من أغنى بلدان العالم البصرة والناصرية والأعمارة والسماء وكل مناطق الجنوب العراقي التي يسكنها الشيعة اليوم يعيشون الفقر ويعيشون الحرمان ويعيشون التخلف وكهرباء غير موجودة وما غير موجود والشيعة العرب اليوم في العراق يعانون ويدفعون ثمن وجود إيران اليوم الشيعة العراقي أو الشيعة من الجنوب هو الذي يذهب ليقاتل من أجل أن يكون هناك نفوذ لإيران لماذا لا تأتي القوات الإيرانية فلتدخل القوات الإيرانية فلتدخل القوات الإيرانية ولتقاتل داعش لماذا ترسل أبناء الجنوب الشيعة للمقاتلة إذن هي تريد أن تحرقهم وتصيدر هي على المنطقة هذا الحديث سيد عوضي تتحدث عن هو من أبرز النقاط التي يتم الرد فيها بأن الأحواز العرب في داخل الجغرافية الإيرانية هم أنموذج قبل أن يكون ما هو في جنوب العراق كشيعة موجودين وإن كان هناك سنة وشيعة لكن يتحدث حتى الشيعة من العرب الأحواز الموجودين في الجغرافية الإيرانية يعيشون ذلك الفقر وذلك الجوع وذلك التعذيب والتنكيل وهم على نفس الطائفة في الجغرافية الإيرانية لكن الحديث عن قضية تجريم الجوانب ما يسمى بالإرهاب السني الذي الإسلام منه براء والسنة منها براء ودائما ما تبادر الطائفة السنية بإنكار أي مجتهد لجانب يتحدث عن جانب طائفي جانب إرهابي لأي فصيل من الفصائل لكن ما يحدث من الجانب الطائفة الشيعية على الأقل فيما يختص بالغطاء الرئيسي لهم في قوم وفي طهران حكومة الملالي بأنها حتى الآن لم تقع تحت الضغط بالتصنيف الإرهاب وعلى رأسهم حزب الله بالدرجة الأولى فبالتالي ذلك التباين إلى ماذا يؤدي أكثر وضوحا مما هم موجود الآن لكي يستطيع العاقل العربي الشيعي فهم ذلك المغزى والابتعاد عن الانزلاق في ذلك الجر طيب كالعادة فقدنا الاتصال مرة أخرى أعود لك بهذه النقطة دكتور حمدان يعني اللعبة أوضح من أن تحتاج إلى تفصيل وتوضيح كثير بجانب كبير لماذا دائما يلزق الإرهاب ويتم إلصاقه فقط بالسنة والطوائف الأخرى بغض نظكات شعية أم غيرها إلى الآن لم يتم تصنيفها ضمن طوائف الإرهاب أو جماعة الإرهابية حتى على مستوى الدولي بكل بساطة ذكرنا وسنعيد علينا نركز قليلا كما ذكرنا لو عدنا قليلا إلى الحرب اللبنانية الأهلية لا فهمنا قليلا ما حصل في لبنان عندما كانت موجودة في لبنان الفصائل الفلسطينية وتقاتل وبشراسة وبشراسة إسرائيل إسرائيل لم تستطيع احتمال ذلك دخلت إلى لبنان بقضها وقضيضها حتى أخرجتها من هناك فكانت إسرائيل في ورطة ماذا ستفعل تكون هناك جبهة مفتوحة بعد كل فترة وأخرى يأتي أحد العرب أحد السنة ويدخل عليها إذن كان الحل ماذا أن تترك الغطاء كان الغطاء في البداية لمن حركة أمل ثم تمسكت به ما يسمى بحزب الله و أنا لا أسميها حزب الله حزب إيران حزب إيران أحسنت هذا الاسم الذي يليق بها فهذا الحزب حزب إيران ماذا يفعل يا سيد الكريم هو في الواقع ما هو إلا سياج فاصل ما بين من يريد أو أن يعني لا يقبل هذا الكيان أو أن يعني هي كالحارس لا تسمح له بالدخول لذلك لو ترى الحزب لا يسمح بأحدا من يعني غير طائفتها أن يكون الحزب لا يأخذ أحدا من الخارج الحزب هو منغلق على نفسه هل يعتبر حزب الله كأنموذج يمكن يكون أكثر وضوحا للمتابع العربي في المشهد العربي أشبه بالحوثي في قضية الحروب حروب الستة بين علي عبد الله صالح والحوثيين نعم بأن الحروب التي قامت بين إسرائيل وحزب الله بالتحديد هي عبارة عن أرى أسمعه جعجعة و أرى طحنا يا سيد الكريم أنا يعني لو رأيت هذا الحزب يملك من الأسلحة ما تملكه الدول بكل صراحة حزب إيران هذا في 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 يملك من الأسلحة يملك من التدريب بل قيل أن ميزانيته وهذا أنا أراها قليل 200 مليون دولار وهي تصل أكبر بل أن له استثمارات تفاجئ قد لا تعرف حتى في أمريكا اللاتينية وهناك حتى تهرب المخدرات هناك ولها استثمارات كبيرة بل وحتى في الولايات المتحدة طيب ليش لماذا لا يتم تصنيفهم كطائفة هذا هو السؤال لأنها تحمي إسرائيل يا سيدي الكريم ما هي العملية التي تعملها ضد إسرائيل عملية عبوة ناسفة أو مفجرة يعملها شخصان و ثلاثة بدائيين قد يعملون هذه العملية و أكبر منها هي مجرد مسرحية هي مجرد خط فاصل مانع لألا يؤذي أحدا إسرائيل فلذلك إسرائيل هي ذكية و الدول الغربية تتعامل مع من يريد خدمتها لأنه وبكل صراحة هؤلاء أقلية في عالمنا العربي و الأقلية تريد أن تكون يعني مرتفعة فتتعامل مع الخارج الأقوى و الخارج الأقوى يعلم ذلك فيعطيها مصلحة و تحميه لذلك عصفة الحزم الآن قلبت و خلطت الأوراق في المنطقة من جديد نعم نعم فقط أريد أن أخبرك حتى كان بشار على حدود الجولان نفس الغرض يؤديه طلق واحدة لم تأتيهم الحوثي يقول الموت لأمريكا و إسرائيل و هو يحمي السفارة و من يقتل بل عندما يعني ذهب إلى السفارة لم يستولي إلا على السيارة و سيارتان كان الموت لسيارة و سيارتان أمريكية هو الذي يقوم بحماية السفارة نعم نعلم يا سيدي الكريم الناس تعرف يعني من ينكر ذلك هي مجرد يعني مكابر أنا أنا بنفسي قد واجهت أحد المسؤولين أمريكان و قلت لهم لماذا لا تهتموا بالحوثي و هو يقول نحن يعني أصبح كل السنة داعش أصبح كل السنة تكفرين و هذه هي تصريحات إيران اليوم تقول بأنها تهدد إسرائيل عبر حزب الله يا سيدي الكريم رأينا أسلحة حزب الشيطان و رأينا أين ذهب ذهب إلى السوريين المساكين الأبرياء منهم و قتل منهم من قتل و قتل النساء و الأطفال هذه الأسلحة بل أنه محظور عليه خروجه من جنوب لبنان إذا لم تسمح له إسرائيل في الاتفاقات المعروفة محظور عليه لا يستطيع الخروج إلا بإذن إسرائيل و دوليا معروف هذا الشيء و خرج وتسمح له بأن يخرج إسرائيل أن يفعل ما يفعل لماذا؟ لأن هؤلاء الثوار فعلا هم من كانوا سيمثلونها خطر كبير على إسرائيل في المستقبل فلذلك هذا عمله و خداع العالم يستمر في هذه الكذبة نحن في الممانعة و المقاومة الممانعة و المقاومة رأينا أذاهم و قتلهم عندما اشتد عودهم و أصبح لديهم السلاح هددوا الداخل اللبناني بالقوة و التسلط ثم هددوا عطروا انتخاب رئيس نعم إلى يومك لن يكون هناك رئيس ما دام حزب الشيطان بل كان مطلوبا من الحوثي نفس الشيء أن يكون قوة هو لا يمثل حتى 1% سمعنا الرئيس هذه قبل يومين يقول من صعدة كلها لا يمثل 470 ألف لا يمثل حتى 10% فما بالك من 25% لن يمثل 1% بالله يعليك كيف تقبل الممتحدة و يقبل هذا العالم المتحضر العالم المليء بالقوانين مجلس الأمن و غيره ميليشيا إرهابية أقلية أن تسيطر على كل مقدرات و بالقوة و أن يموت الناس أمام عيونهم و يوما يقولون قبول الطرف الحوثي على سبيل المثال كان موذج كالقبول في العراق بمكون سياسي في جلسة حوار طيب أذهب إليك سيد عوض في هذه النقطة هل ما حدث على الأقل في عاصفة الحزم من خلط لأوراق الغرب مع الفرس في المنطقة في مشاريعهم بتعطيلها أو على الأقل بتغيير مسار تلك الخطط إلى إعادة النظر في مخططاتهم من جديد و أن هناك فرصة للعرب بالعودة مرة أخرى و بقوة أنا أقول لك و بصراحة كاملة إذا كان الخميني قد تجرع السم بالموافقة على وقف إطلاق النار أثناء الحرب العراقية الإيرانية فإن خامنة اليوم قد تجرع السم بعاصفة الحزم التي حدثت قبل فترة فكانت إيران تعتقد أن مشروعها يسير وفق ما تريد و لا توجد هناك أي عقبات لا يوجد هناك أي عراقين لا يوجد هناك من سيقلب المعادلة أو يغير هذه الخطة عاصفة الحزم أعادت كل شيء و قلبت الحسابات و حتى الإيرانيين مذهولين و متفاجئين من هذه الحملة الكبيرة لم يكونوا يتوقعوا أن تكون هناك حملة وهم على فكرة كانوا قبل فترة يعتبرون العرب شبه قد سلموا الرايات و مشروعهم سيتمدد ورايات الفارسية سترفرف في مكة و في المدينة و في الشرق و الغرب العربي هذا كان مخططهم و هذا ما كانوا يعلنون عنه بشكل عالني و صريح و أمام العالم لكن عاصفة الحزم قلبت كل البعادلات و قلبت كل الموازين و جعلت إيران تتراجع بشكل كبير جدا قبل فترة قبل عاصفة الحزم هي كانت تتقدم في مناطق متعددة من العالم العربي اليوم هي تتراجع هي تخسر هي تضعف في مناطق معينة و هذا من أعظم الانتصارات التي تتحققها خلال فترة ماضية و أنا أعتقد أن عاصفة الحزم لو تمددت و شملت مدن أخرى أو بلدان أخرى غير اليمن كسوريا و العراق و لبنان وغيرها فلن يكون هناك وجود لإيران إيران بالون كبير إيران شماعة تستخدم الأقليات الشيعية في كل منطقة لإثارة الفتنة و إثارةهم ضد بلدانهم انطيني بلد واحد بلد واحد تدخلت فيه إيران و نعم هذا البلد بالأمن والاستقرار والتنمية لا يوجد إيران لا تتدخل في بلد إلا ويتم دمار هذا البلد إلا وتسهيل الدماء في هذا البلد لا يوجد مشروع إيراني إصلاحي لأبناء هذه المدن أو أبناء هذه المناطق فمشروع إيران تدميري لهذه المنطقة عاصفة الحزم أتمنى و رسالة أوجوها اليوم أتمنى من هذه العاصفة أن تتمدد وتشمل الجميع و صدقوني أن إيران ليست من هذه القوة التي تصورها لنفسها إيران لحد اليوم لن تقدم جندي واحد في المعركة نحن جربنا إيران في حرب الثمان سنوات ولكن سيد عوض القضية ليست قضية إيران و قوة إيران عفوا عن قاطع لضيط الوقت سيد عوض القضية ليست في قوة إيران بل القضية في مع من تحالفت إيران لتنفيذ مشروعها هذه الإشكالية أنت لا تتحدث عن عدو واضح تتحدث عن من هو قد يكون في الظاهر صديق و حليف لك وهو من يدس لك الدسائس و يكيد لك المكائد لعبة التحالفات يعني المفروض أننا أيضا نلعب هذه اللعبة التحالفات العرب اليوم غير عاجزين على أن نلعبوا لعبة التحالفات هذا أولا وإذا كان هناك تحالف شعبي شيعي مثلا لدى إيران في المناطق تثيرهم فأنا أقول واليوم رسالة أوجهها لكل الشيعة الموجودين في اليمن وفي البحرين وفي الكويت وفي العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي كل مكان أوجه هذه الرسالة لكل الشيعة أقول لهم اليوم الشعب الإيراني الشعب الإيراني الشيعي يثور ضد النظام الإيراني وهي دولة شيعية لماذا يثور الشعب الإيراني؟ لأنه عايش هذا النظام لمدة ثلاثين سنة وعرف بأن هذا النظام نظام دجال وهذا النظام يعني مخرب ومدمر فهؤلاء عليهم أن يقتدوا بهؤلاء الإيرانيين كل يوم هناك ثورة في الأحواز وفي بلوسستان وفي كردستان وفي كدركمستان في كل المناطق الإيرانية هناك ثورة ضد النظام الموجود في إيران فلماذا اليوم الشيعة العرب يتمسكون بإيران؟ المفروض أن يقتدوا بالشيعة الإيرانيين الذين يثورون مع إيران وإذا كانوا يريدون نموذجاً إيراني فهم يريدون نموذجاً تدميري لا يوجد بلد تدخلت في إيران من يتذكر إيران في السبعينات وفي الثمانينات؟ كانت لبنان زاهرة المنطقة اليوم إيران ماذا؟ اليوم لبنان ماذا؟ بعد أن سيطر عليها حزب الله أصبحت مدمرة سوريا ماذا حصل لها؟ العراق ماذا حصل لها؟ كل بلد تتدخل في إيران يتدمر فإذا كانوا هؤلاء يحبون بلدانهم فعليهم أن يبتعدوا عن إيران نعم أعود لك دكتور حمدان ما تبقى من الوقت أتركه لك للتعليق فقط نعود لعاصفة الحزب مسألتني فيه طبعاً وبيض الله وجهه الأستاذ عوض يعني أجاد في ذلك أنه خامني الآن تجرع كما تجرعه الخميني من قبله طبعاً عاصفة الحزم يا سيد الكريم كانت كما ذكر بل أن بعض الدول العربية أصبحت تعلم الفارسي سنقولها بصراحة كانت شبه متأقنة بأن هناك سقوط بأن هناك استسلام للغربي كما ذكرت أنه الحلفاء من يمهد الطريق لها في الخارج وليس الخوف من إيران كما ذكرت وهذا صحيح لكن بفضل لعاصفة الحزم جعلتهم من كانوا يقولون أن عاصمتنا الآن بغداد وكانوا يتبجحون بل لديهم أربع عاصم عربية وكانوا يقولون أن عبد الملك الحوثي هو سيد الجزيرة العربية الآن يبلعون ما قالوه بل لم نعد نرى هذا عبد الملك يخرج على شاشة التليفزيون يعني لي تحدث حتى وإن خرج لكن حتى عاصفة الحزم أخافت أخافت حتى أن يخرج على التليفزيون هناك نقطة هذه يترك لك تعليق عليها مهمة في عاصفة الحزم لأنه لا نريد أن نترك للمجال على لقاء الإعلام المفتوح أن يأخذ مثل القضايا التي تهم المواطن بالدرجة الأولى العربي والسعودي والخليجي بالتحديد أنه في ناس الآن بدأوا يتحدثون وللأسف من العرب بأنه ما حدث في عاصفة الحزم ودخول قوات التحالف في تلك الحرب المفتوحة هو عبارة عن فخ في المنطقة تم إعداده لكن فلنفترض جدلا على أنه فخ فليكن ذلك فخ لكن نستطيع أن نتجاوزه وهو فرصة أيضا للاقتناصها وإثباتها عزيزي الفخ كان هو السكوت حتى يدخل إلى باب ذلك سنتحدث بك الصراحة بكل صراحة إنما كان هو لابد من المواجهة لابد من إيقاف هذا المد الفارسي ووضع نقطة لذلك وأنا متأكد بإذن الله عن قريب أنه الوضع في اليمن سيتغير من بعد سمعنا أمس حتى على صعدة سيتدخلنا قوات من قبائل المارب ومن الجوف ومن غيرها المقاومة أصبحت على حدود هذا الشهر سترى بإذن الله قريبا ولدي معلومات بإذن الله قريبا سيتغير على وجه الأرض سترى ذلك في اليمن بل إن عاصفة الحزم في الواقع لم تكن فقط لليمن سأقولها بكل صراحة هي عينها أبعد من ذلك وبإذن الله سنغير ما أرادهم أن يضعوها الأرض وهذا لن يغيره إلا بياد العرب وبعد أن اتفقوا بفضل الله وهذه أول مرة نرى فيهم اتفاق ونرى لهم عزم وحسم على أرض المعركة وهذا شيء جميل والحمد لله الذي حدث ذلك لوعيدهم كأمة قوية وستعيد أمجادها بإذن الله المحلل السياسي الدكتور حمدان الشهري شكرا جزيلا لك من واشنطن رئيس حركة تحرير جنوب العراق قال أستاذ عوض العبدان شكرا جزيلا لك نقطة آخر السطر عصفة الحزم في أمان الله شكرا جزيلا لك